المكان بلدة القوليش الواقعة بين مدينتي غريان ويفرن الزمان مساء الأربعاء الموكب المكون من قربة خمس سيارات تقل إحداها رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي رفقة حراسات من مديرية أمن غريان كان متوجها من غريان إلى يفرن اعترض مسلحون طريق الموكب بمفترق الطرق بلغوليش وتبادل إطلاق نار مع أفراد مديرية أمن غريان وحراسات المجلس الأعلى للدولة لعدة دقائق أصيب اثنان من أفراد حراسات المجلس الأعلى في المواجهات فيما اقتاد المسلحون أربعة من أفراد مديرية أمن غريان إلى مكان غير معلوم إضافة إلى الاستلاء على بعض السيارات المرافقة للموكب بعد الحدثة أكمل موكب المجلس الأعلى للدولة مسيرته إلى مدينة يفرن دون أن يتعرض أي من الوفد لإصابات فيما عاد حراسته ونشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة تفاصيل واقعة الاستهداف متهما من سمها عصابات مسلحة تابعة لعملية الكرامة بالمسؤولية عن الحادثة